اليوم مراد مش تحكينا اليوم مع تاكسي ستين صحيح سماح وطالب الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي سي محمد علي العرفاوي اليوم في مداخلة في احدى الاذعات طالب الترفيع في سعر التكفل للتاكسي الفردي معناها من 900 لليم الى الالفين وارجح باتباعة الحال سي محمد لكون الارتفاع معناها لطلبه هو معناها يمشي للارتفاع متاع السيارات باتباعة الحال نزيد وزادة المصاريف البهضة والانتروتين اللي يتكبدها السيخ متاع سيارة الاذعات اللي اخر معناها ميزة جورة عملت معناها في الترفيع في العداد هي صارت في واحد ديسمبر الفين واثين وعشرين واللي صار فيها وقت التعديل متاع تعريفات النقل العمومي الغير المنتظم للاشخاص فيها تاكسي الفردي وفيها سيارة اللواج وباتباعة الحال زادة كذلك التاكسي اللي هي ولت 900 وبالنسبة للتاكسي السياحي ولا تلو 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 مية وقمسي الهنا يمكن فما موضوع نحبو نحكيو فيه شوية وموضوع متاع التاكسيات هو موضوع معناها بش نفهمو سياة التاكسي سياة طالبين احنا تواك تاخو تاكسي تطلع تلقى تلقى الكنتور في 900 وهم طالبين بش يولي الفين علاش لانو تكلفة معناها متاع السيارة ولا يتباهضة بالنسبة لهم هما هذا بيقاط نظر على البياس دورشانج اللي هما زادا كيف كيف معناها كيف كيف معناها قولو غالين وبالتالي زادا كيف كيف يحبوا معناها اللي يقول لك انا زادا كيف بش ناخذ التاكسي بش ناخذ بها الكنبيالة الكنبيالة معناها هذيك معاش نجم تخلطني طوى بتسعمائة مليين فبالتالي إذا كان يقع الترفيع متاحها بلوز وما نجم نجم نخلط هنا فم مزوز مواضيع يزومهم يطرحوا ساعة التاكسي هي مجعولة للمواطن والمواطن هذك هو ما عندوش فكرة على انتي الكلفة متاعك متاع التاكسي قدش خذيتها هو وقت اللي تبدأ فيها العلامة تبدأ فيها العلامة الحمرة هي راهي ليبر وانتي مطالب كسيق سيارة ازرة بشتهزوا من مكان اه الى مكان با اثنين نعرفوا بعض زادا كذلك سواق السيارات الازرة صحيح قاعدين معناها يخدموا في خدمة وقاعدين يعطيوا معناها في لبلوس وقاعدين يلبيوا في معناها كيفاش نقول لنا معناها ولكن زادا كيف كيف يلزم ناخدوا بعين الاعتبار عدة معناها سواق سيارات ازرة اللي هما زادا كيف كيف وحنا هنا ماذا بينا نقولوه الموضوع ونطرحوه اللي هما يخدموا عن وإلا غيرة وإلا كذا ولهنا زادا نجزم نشوفهم لانتماء متاحهم لالاتحاد معناها متاع التونسي لتاكسي الفردي هما معناها بش يخدموا على وإلا بش يخدموا بالتعريفة هذا هو اللي حابيت نقوله سماح ولكن زادا يلزم ناخدوا زادا بعين الاعتبار زادا اللي رأوا فما وقفات احتجاجية اللي هما معناها مبرمجين يقول لك أنا بعد من عدي العودة المدرسية وبعد من عدي الاشيونس بتاع الحملة الانتخابية يمكن وقتها بش تكون هناك معناها بعض القرارات اللي بش يخدمها في إطار التحركات معناها بعض العمل هذه بلا كابتن من تسعمائل الف والله ايش يقول لك يديني كل غليت اي مزيد المواطن طالب حاجات من التاكسيستة اشكوني خلص في الفاتورة في كل الحالات في هذه المعنية غلال معيشة وكذير وكذير والاحتكار هو المواطن لأكثر والأقل معناها ورب يكون في عون المواطن عميد انا رأى قلبي مع تاكسيستية اني نعتبرها واحدة من اصعب المهن على الاطلاق ونعطيهم الحق لانه ثم اشياء عادة تصير في تونس غريبة انا نشوفك النهار يعني ثم حاجة في قطاع الغيار مش عادية في تونس انا جربت قطعة صغيرة مشيت للدار قتل مقداشي تروم بتاعي سونس قريب 1650 ارجعت خلت الانترنت مقداش سعرها الاصلي نلقاها ب85 دينار تونسية يظهر لي من 85 دينار تونسية ال 1650 وقصة من بالله واستغربت ابا دبرا لي مشيت صلحتها بقداش ب60 دينار كنت مش ندفع 1650 هي بلاستيك فم حد شي فستها موتور صغير رمي قسيوب انا في بيلي بالحكايرة ومش انتي لي كسرت الموضوع لا لا مش كسرت انا قلبي معهم صحيح مش هو رأى اللي في عمل مشكلة في الكرب انا معاها تاكسيستية خدمة صعبة وتعرفوا سياقة في تونس وكل شي لكن احنا مطالبين هم اه باش ريتك التاكسيست التاكسي الثقافي وكل الاخلاق انا نتمنى وجه بلادي تاكسي وجه بلادي نحب شوف تاكسيستية محجمين وجههم لابسين بيقدار ريحت تاكسي فاوحة فهمتني ووقتها والله اي احنا مثالش من تسعمائة تمشي لالفين وان ما تقول ليش مش في ثنيتك ايقف لي في كل وقت اي سحيي ما تقول ليش الحومة الفلانية ما نمشي لهاش ما تحط ليش لغنيات اللي انتي تحب عليهم واحنا رانا فهمين ومتفهمين ما تبداش تتكيف في الكرح باوانا كيف نطلع في التاكسي الهندام يكون لائق مش لازم تبدأ لابس شور تقصير وانتي تطلع فيه نساء وفي وحتى فيه رجال رو هذي الكل وفرو ماذا بينا حتى ريحة تبدأ بنينا في التاكسي كيف نطلع واحنا فهمين ومتفهمين اللي الكنتر يمشي من تسعمائة لالفين نمشي للسوجالين بعد